أعلنت الشرطة النرويجية مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين في إطلاق نار وسط العاصمة أسلو وأكدت الشرطة النرويجية اعتقال أحد المشتبه بهم في موقع الحادث مشيرة إلى أنه تم تعزيز وجود القوات الأمنية في العاصمة للتعامل مع أي أحداث محتملة هذا وأكدت الشرطة أنها تحقق في هجوم إرهابي بعد حادث إطلاق النار